إلى أخبار الجزائر العميقة الآن مع ظهرة الأحلام الشواربية مساء الخير مساء النور ياسر أهلا بكم مشاهدينا الكريم إلى هذا الموعد المحلي بداية مشاكل عديدة يتخبطوا فيها الفلاحين في مختلف مناطق الوطن على غرار فلاحية أو فلاحو مدينة عين الدفلة والذين يواجهون صعوبة في جني محاصلهم بسبب نقص اليد العاملة التي يبذل أصحاب المستثمرات الفلاحية مجهودات من أجل توفيرها وبضع فيها الثمن عن الموضوع يحدثنا رشيد مشورب وحميد عودي ولاية عين الدفلة ورغم طابعها الفلاح المبتاز والذي مكنها من تصدر المرتبة الثانية على المستوى الوطني من حيث الإنتاج الفلاحي إلا أن المستثمرين يجدون صعوبة في إيجاد اليد العاملة الفلاح هنا هذه الجماعة نجيبها من بوعروس ونخلص السيارة بالثامن ونزيد وخلصه هو يخلص التعلاف للصندوق تم على مدة عام عامين الفلاح راح يموت راح يموت يزيد يسيب روحه لي ما عندهش بها يخدم وما عندهش نحن نجيبه خدامة كما هذو اللي هم هناك بالك لنمشينا من المكان الفلاحة ليهم قريب خمسين كيلومتر صعوبة كبيرة تواجه الفلاح في جني محاصله وخاصة متوج البطاطا الذي يكلف صاحب الحق تكاليف باهضة من نقل لجلب الشباب من الأماكن النائية لجني مختلف المحاصيل الفلاحية الفلاح راح يتعب وراء يجيب الخدمة من البعيد وليد العاملة راح يمكاش راء ما يجونا الخدمة من بوعروس رأنا نخدمو إحنا والله غالب إحنا ما نش نخدمو زين وجوهنا رأنا نخدمو حتاج وطاقة وما عندناش أنا مصبعين نوضلها الربعة لتعصباح ومبكر على الربعة ونجي نخدم وخدم يتعبو عروس وتعبو مص نقص اليد العاملة بسبب عزوف الشباب عن العمل فلاحي دفع بالفلاح لمضاعفة الأطر للعامل وهذا ما أثر على قدرة على تطوير الفلاحة كون المصاريف كثيرة والمداخل قليلة إلى موضوع آخر استلمت عائلة ميكيو بقسنطينة جثة ابنها عبد الرزاق ميكيو المدعو مخلوف وهذا بعد نقل بزورق كان ينقل حرق غير الشرعيين من قسنطينة هذه العملية تمت بعد تدخل القنصولية الجزائرية بتركي التي سعد تقرب الفقيد في الحصول على الجثة بعد أزيد من شهر من انقطاعي أخباره ميكروفون عبد الجليل حنديس وهيشان طالبي كثير خيرهم تلكون سيئلة الجزائرية بيروا فينا خير ووصلنا عند خياء وقاموا بينا كثير خيرهم أخبارهم وبارك الله فيهم بمقادي نزدوح وسواء الوليدات عندهم تصاور والتليفون تولديهم برب إن شاء الله يلقوا مع أخويا تعصروا بينا وخلاص نحن تنين على أخونا مخلوف كثير خيرهم عاونونا نزلنا تفنناه قدامنا قدام والديه قدام أصحابه نطلب منهم السماء الناس اللي ما زالوا يزودوا يقفوا عليهم كما مخلوف بارك قدر الله ما شاء فاعل أخويا نحن كما نقوله أراضيين بالمكتوب اللي عطاهونا ربي الحمد لله اللي جابوه يتدفن قدام أولديه وقدام أصحابه وحبابه نشكره كثير للسلطات الجزائرية اللي قامت بواجبها أخويا وفتما أنا باجبنا الأخ هذا مخلوف من ترك حتى اللي نودفنناه كثير خيرا مبارك الله وفيهم ميزدون ضمون دون من عندهم حاجة بارك كون يزيدوا جوفونا بارك الوليدات اللي يبقاوا هادوك بارك اجتماعيا اجتمعت معاناة بكل فصولها في منزل نأي لسقوط بقرية ترجوانا في تيزيوزو بصورة تجسد معاني الفقر وهو وضع عائلة أمزاوش نقلته لنا صفية إبرودان وأمينة بندهم هذه هي الحالة التي تعيش فيها هذه الأسرة الفقيرة من قرية ترجوانا ببلدية تيزيوزو والمكون من أب وأم وثلاثة أطفال مرضى في منزل وتهالك قديم يسقط كل يوم جزء من سقفه على رؤوس هذه البراءة التي لا تعي ما يحدث من حولها عائلة تعيش بصدقات الفقرية والجيران والمحسنين وضع مأساوي لخصته بحرق دموه هذه السيدة المسكينة الخائفة على حياة أطفالها الصغار طفولة بريئة تنتظر من يرفع الغبنة وتنشد أهل الخير لإنقاذ حياتها من الطيار وبأضرار توجه العائلات القتنة بقص المناصير بلدية كنتا خطر انهيار منازلهم طوبية بسبب ظاهرة تصعود المياه ما دفع العديد منهم إلى هجر هذه المساكنة تقرير لليمين بالعالم هنا بقصر المناصير الواقع ببلدية زاوية كنتا جنوب ولاية أضرار تواجه العشرات من العائلات خطر انهيار المنازل الطوبية بسبب ظاهرة صعود المياه ما دفع بالعديد منهم إلى هجرة هذا المكان هذه الظاهرة التي نعاني منها تتفوق المياه من بط الأرض ما لقناش لها حل ونطلب من السلطات المحلية أنهم ينظروا بعين الاعتبار ويجوا يشوفوا لجنة تقنية تعاين هذه الظاهرة حوالي خمسين وستين منزل انهارة ولا أكثر من ذلك فيه منازل أخرى على طريق الانهيار تقريبا كم الناس هجرت من البلاد بسبب الجلميات التي التي رأي في البلاد هنا والناس كم الناس هجرت لأنه لمطيح لنا للديار نداءات المواطنين القاطنين بالقصر لم تجد آذانا صاغية لحد الآن فيما أوضح رئيس البلدية أنه تم تشكيل لجنة تقنية لمعاينة الوضعية قمنا بزيارة ميدانية إلى قصر المناصير الذي يقصب فيه هذا المصاب الذي فيه سكنات يعني سقوط سكنات يعني الآن يتعداد يعني لجنة في تحقيق هذا الوضعية الذي قام بهذا القصر وضع كارثي يتفاقم يوما بعد يوم بهذا القصر وسكان يتهددهم خطر الانهيارات في أي وقت أما مصالح الجهات المسؤولة فهي مطالبة بالتدخل لإنقاذهم في سياق مغير تخلت بعض النسوة عن تحضير العجائنة تقليدية بما أن الكثير من الرجال احترفوا هذا التخصص وأصبحوا يحضرون الكسرة باحتراف ياسمير من ولاية طعنبة تعلم إعدادها أو إعدادها واتخذها كمصدر رزق له نتعرف عليه في أو من خلال هذا التقرير لعبد الناصر قلال وشهينة سيسمي هي ظاهرة شاعت كثيراً في الأوينة الأخيرة إلا أن الجديد في الأمر هو قيام عديد الرجال بتبني هذه الفكرة والإشراف بأنفسهم على إعداد الكسرة بل ويبدعون في تحضيرها أفضل من بعض النساء اللائي يقضينا معظم أوقاتهن في المطبخ سمير من المدينة القديمة بولاية عنبة عين عن هؤلاء الكسرة كتر خير الحاجة كانت واحد الحاجة تجي تعاوني هنا كنت نخدم غير البيتزا والفايطاش قلت لي الحاجة وليه ما نديرهش الكسرة قلت لها أنا لعمل على ربي جينا نجربه كسرة والحمد لله مشاتك كانت في عينبة كسرة مشاوما شوارع برل بريميل يحلين احنا كسرة في عينبة درق المرأة تلقى راحتها وراجل يلقى راحته مقادش تاع كمبليكسية ديك تعكيم المراتين ما تعجل ديش ولا ملوما درق كل شي عد كما نقول احنا عد متوفر مع مرور الواغ تصبح سامير ملك الكسرة كونه الوحيد في ولاية عينبة الذي يعدها لتخلي المرأة عن تحضير هذه المعجينات التي تعد من رموز المطبخ الجزائري التقليدي الكسرة سامير والف ناباها سامير مجرح متحفظ على عادات التقالية على المنطقة هذه الكسرة سامير يجب أن نقلها دورك الوقت ولا تقول كل حاجة في الوقت أخونا سيبورسان جيوني شيري الكسرة من عند خلنا سامير استغل سامير المختص في إعداد الكسرة بالطريقة التقليدية الفرصة للربح السريع في ظل عزوف كثير من النساء عن تحضير الكسرة واقتنائها جاهزة من هذه المحلات إلى هنا مشاهدينا صلى ختم الموعد المحلي شكرا لكم عودة إليك شكرا لك زهرت هل أن دفعوشي كان يشري أمير أمير